من أجل السلام في العراق والعالم اشترك جمهورا من المؤمنين والمؤمنات مع كهنتهم بمناسبة ختام شهر الوردية لتلاوة صلاة المسبحة في حديقة البطر أركية الكلدانية ببغداد أمام تمثال سيدة السلام الذي يعلو الحديقة ورفع المصلون راية عليها كلمة السلام في عشر لغات ثم تلو هذه الصلاة من التيوجية الكلدانية يا رب واتضي الأمن والسلام في العالم كله وهب أن يسود الوفاق بين جميع أبنائك وأزل الحروب من وجه الأرض كلها وأهد الشعوب المتخاصمة لكي نعيش حياة هدئة وادعة بكل عفاف